سر التجسد الإلهي يا لمحبة الله وحكمته وتعامل معنا كما يقول الكتاب وبالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد تبرر في الروح تراء لملائكة كرز به بين الأمم أؤمن به في العالم رفع في المجد لقد اتحد بطبيعتنا وظهر بيننا التجسد يعني أن الله الغير منظور قد صار منظورا في جسد الإنسان الذي هو صورة الله الغير منظور كلوس الإصحاح الأول والآية 15 والتجسد الإلهي يعني أن الله قد تواضع حبا فينا وأخلى ذاته وأخذ جسدنا الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر